نعم هل المرتب والدخل سواء بين أفراد العيلة أو الزوجة أو الأصدقاء من الخصوصية وكيف أرد على من يسألني عن دخلي بدون تجريح السؤال ده السؤال المهم جدا 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 وأنا أقوله باختصار وأنا أحاول نبقى نخصص حلقة للكلام عن هذا الجزء من الخصوصية وفي حلقة أخرى عن فكرة احترام الخصوصية أرجو اللي احنا نشوفها المرتب والدخل أو الاكتساب بصفة عامة دي أشياء شخصية ليس من حق للزوج ولا الأولاد ولا الأب ولا الأم أنهم يعرفوا عنها حاجة فيبقى الخطاب للوالدين بقى يدخل في قولي تعالى لا تسأله عن أشياء أن تبدأ لكم تسوق أنت مش محتاج أن أنت تعرف ده وتدخل في قولي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لأن احنا لنا مد عينينا لما في يدي غيرنا حتى لو كان غيرنا ده ابننا أو كانت زوجتي أو زوجي يبقى آه المرتب والدخل ده من الحاجات اللي الناس بتعتبرها خصوصية نعم خصوصية وهل ده حق للإنسان أنه لا يخبر أحدا به آه له حق هذا وخلاص والناس تعرفت على أن ده جزء من الخصوصية وخلاص ويبقى على ذلك يبقى من حقق الندوة لا تقولي ده الأمر الثاني إن لما حد يجيس ألك عن مرتبك قولي الحمد لله ده رزق الله سبحانه وتعالى والحمد اللي مكفين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديم بينكم الخير ويديم بينكم الفتح ويديم بينكم التوفيق دائما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بعلاقة صحية تفتح لنا باب الأمل وباب السعى وباب الكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا في رحمة وفي خير وفي جمال على الدوام يا رب العالمين